تعالوا بينا نحل الكوز البسيط ده على الكلمات نستخدم اللبن لكي نصنع أو نعد العسل المكسرات الحاجة الوحيدة هنا طبعا يوغرت اللي هي الزبادي بنستخدم اللبن لكي نصنعها أو نعدها هي قائمة ايه كده اللي بتخليني افتكر ايه هي الحاجات اللي انا عايز اشتريها قائمة الطهي قائمة القيادة قائمة اللعب أو التشغيل قائمة المشتريات يبقى عند هنا شوبينج لست قائمة المشتريات نمبر ثري بيز اللي هو النحل ميك بيعمل ايه كده بيصنع ايه لذلك هم حشرات مفيدة نحن نحصل على ايه كده من النحل تي شاي جوس عصير هاني يبقى هاني اللي هو العسل شوبينج التسوق نمبر فور هو يقطع البطاطس لكي يصنع بطاطس مألية فول مدمس جام مربة ميلك لبن يبقى اكيد هيعمل بطاطس مألية نمبر وان عايز يقول يوجد بعض الماء على الأرضية تمام؟ طيب هنا في سؤال ما في سؤال ولا فيش نفي يبقى انا مش ااخد ايه اوكي وودر هنا كمية وكميات طبعا باخد معاها مش هينفع ااخد لآ ولآن لان طبعا هنا آ وآن تأتي قبل الاسم المفرد نمبر تو نحن نريد شاي من فضلك يبقى بعض من الشاي طبعا انا اختار لاما سام لاما اني هنا جملة مثبتة يبقى انا ااخد سام نمبر ثري I went to the zoo yesterday ذهبت الى حديقة الحيوان بالأمس and I saw وأنا رأيت elephant طيب هنا الفيل مرفض ولا جمع singular مفرد بدء بحرف ساكن ولا حرف متحرك حرف متحرك اللي هو letter E يبقى انا ااخد an an elephant نمبر فور they didn't eat space apples for a or oranges طبعا عندي نفي والنفي نستخدم ايه نستخدم ايه نمبر فائف would you like coffee هتقول لي يا مستر هنا سؤال ايبقى انا اخد ايه يقولك استنى هنا عرض would you like هل تود او هل تريد would you like some coffee هل تود او هل تريد بعضا من القهوة خلي بنا would أو can بستخدم معاهم some في السؤال في العرض والطلب there aren't aren't enough يبقى اخد ايه يبقى اخد ايه يبقى اخد اني نمبر سيفن I would like cheese please اريد بعضا من القهوة من فضلك هنا جملة مثبتة يبقى انا اخد ايه هناخد some there are books on the table بوكس جامع يبقى انا اخد ا ان اللي اتنين دول مش معايا لانهما بيجوا قبل الاسم المفرد طيب هنا بأخد اني ولا سام هنا في نافي ولا فيش سؤال يبقى اخد some اني نافي وسؤال لكن some جملة مثبتة نمبر ناين my mother needs onion هو هنا onion بصلايا مفرد ولا جمع مفردة تمام يبقى هو هنا عايز يقول ان مامتي محتاجة بصلايا بصلايا واحدة حاجة مفردة هناخد ا او ان هنا بدأ بحرف متحرك على طول هناخد ان اوكي تعالوا بنا نحل التدريبات الموجودة على الدرس الثاني نمبر one listen and write true or false هنسمع النص ثم بعد ذلك نكون بكتاب true بمعنى صح false بمعنى خطأ اوكي t or f تعالوا بنا نسمع مع بعض i really like visiting my grandma's house my grandma has a mango tree in her garden she has got a lemon tree too we usually have fresh lemons and mangoes from her garden ok orange هنا اسلوب عرض تمام هل تود او هل تريد بعضا من البرتقال مش هينفح هنا صم طب ليه عشان هنا orange singular مفرد وهنا بدأ بحرف فول حرف متحرك يبقى احنا ناخد ان هل تود او هل تريد برتقال number two are there space مسافة box on the desk هنا سؤال وقلنا فيه النفي والاستفهام بنستخدم اني اوكي number three we can eat for dessert هنأكل اكده كتحلية هنأكل rice ors chocolate chocolate onions بصل tomatoes تماطم يبقى اكيد هنأكل chocolate chocolate number four we need some space for salad نحتاج بعضا من اكده على السلطة burgers nuts مكسرات cucumbers خيار جام مربة اكيد السلطة هنأخد معاها cucumbers هنأطى عليها خيار اكيد number three هنا هنقرأ ونوصل number one how about ان how about اسلوب اقتراح معناه ماذا عن يأتي يأتي وراءه الفعل ومضفله ing ماذا عن اي لبن يعني يفرغ امتعة الحقيبة number c some some cards please بعضا من الغزر من فضلك buying some apples شراء بعض التفاح هنا هنأخد how about verb plus ing جي يبقى انا عندي number one number two will you come هل سوف تأتي to the market with me هل ستأتي إلى السوق معي number three we haven't got ليس لدينا any milk اي لبن number four i would like would like بمعنى يود او يرغب i would like some cards please اود او ارغب في بعض الغزر من فضلك number four تعالوا بنا نرتب الكلمات لكي نكون جمل صحيحة number one هنبدأ بالفاعل اللي هو i نعرفها بقى i would like انا اود او انا ارغب i would like some apples please i would like some apples please اود او ارغب في بعضا من التفاح number two how about ماذا عن اسلوب اقتراح يأتي وراءه فيرب plus ing how about buying ماذا عن شراء some lemons بعض الليمون two ايضا how about buying some lemons two ماذا عن شراء بعض الليمون ايضا number three what would you like ماذا تود او ماذا ترغب for lunch على الغداء what would you like for lunch ماذا تريد ان تتناول على الغداء اوكي number four are there يعني هل يوجد are there any onions هل يوجد اي بصل في الثلاجة are there there any onions in the fridge هل يوجد بصل في الثلاجة اوكي number five هنقرأ النص ثم نجاوب على الاسئلة read and answer the questions انا ليلة انا ليلة انا في الصف الخامس i always get up at six دائما اصطيقص في الساعة السادسة i have my breakfast with my family اتناول وقبة الافطار مع عائلتي i have yougurt and fruit salad باتناول yougurt اللي هي الزبادي fruit salad صلات فاكهة my sister likes to have fried eggs and bread اختي تحب ان تتناول البيض المألي and bread والخبز my parents والدي like to have full مدمس يحبون ان يتناولوا الفول المدمس in the afternoon وبعد الظهيرة my mom and i انا وامي go to the market نذهب الى السوق we buy chicken نشتري دجاج burger vegetables خضروات and rice و ارز for lunch للغدا my sister and i انا واختي always help our mom in the kitchen دائما نساعد والدتنا في المطبخ هو من في عيدة ليلة يتناول وقبة الفول المدمس على الافطار friends الاصدقاء brothers الاخوة sisters الاخوات parents parents اللي هم الوالدين my my parents like to have full مدمس number two the underlined phrase get up means عبارة get up means معناها wake up يستيقز climb يتصلك play يلعب sleep ينام get up بمعنى يستيقز بتساوي كلمة wake up number b number three هنجاوب على السؤال where does leila go in the afternoon اين تذهب leila بعد الظهيرة تعالوا نشوفها فوق in the afternoon بعد الظهيرة my mom and i انا وامي go to the market نذهب الى السوق يبقى leila تذهب الى السوق تعالوا نكتبها she goes to the market هي تذهب الى السوق وهنا طبعا حطينا go es لان هنا زمن المدارح البسيط present symbol we add es نضيف es مع المفرد singler والجامع بدون اي اضافات اوكي ولكن الفعل go هنا منتاب حرف o يضاف اليه es مع المفرد number four what does leila have for breakfast ماذا تتناول leila على وجبة الافطار لو اتلعنا فوق كده سطر التاني i have yogurt and fruit salad ولكن هنا leila بتكلم عن نفسها لما نجي نجاوب هنجاوب بليلة وممكن نشيل ليلة خالص وناخد شي يبقى هنا ضمير عائد على leila she has yogurt and fruit salad تتناول زبادي وصلة فواجه طبعا هنا اخدنا هاز علشان شي مفرد لكن فوق leila كان بتكلم عن نفسها i انا و اي يأتي معها هاف اوكي نوبر سيكس ضع علامات الترقيم يبقى عندنا اول حرف بدات الجملة حرف كبتل حرف كبير لتر سي حرف سي وي الضمير اي في اي مكان في الجملة حرف كبتل حرف كبير اوكي نوبر سيفن هاني هنكتب بريد الكتروني مكون من 40 كلمة عن النظام الغذائي المتوازن هنبعت لمن هنبعت لهاني اسمك عمر والبريد الالكتروني الخاص بك عمر اتياهو دوت كوم وهنا العنوان البريد الالكتروني الخاص بصديق اوكي طب تعالوا نشوف كده هنكتب ايه لما نيجي نكتب الايميل البريد الالكتروني اول حاجة بنكتب من من هنكتب اسم او عنوان البريد الالكتروني للشخص المرسل لهذا الخطاب هو مين اللي يبعت الايميل عمر يبقى نكتب وبعد كده هنكتب تو الى تو هاني الالكتروني للشخص المرسل اليه هذا الخطاب او البريد الالكتروني وبعد كده اللي هو اسم الموضوع احنا هنتكلم عن نظام غذائي الصحي او المتوازن الخاص بي نيجي نكتب بمعنى عزيزي انا هكتب لمين او هبعت لمين هبعت لهاني ونسيب تحت كلمة دير كده فاضي ونيجي نكتب جملة المقدمة كيف حالك وكيف حال عائلتك اوكي نيجي بعد كده نبدأ بقى نكتب في الموضوع اللي انا هكتب عنه اتناول وقبة الافطار مع عائلتي وقبة الافطار الخاصة بي كنسيب معنى تتكون من تشيز الجبنة ملك اللبن and bread والخبز they are all healthy foods طبعا كل ما له طعام صحي healthy foods طعام صحي I have some vegetables and fruit اتناول بعض الفاكهة والخضروات because لان they have a lot of vitamins لان بهم العديد من الفيتامينات I wish you good luck اتمنى لك حظا جيدا اكتب لي او راسلني في القريب العاجل هنا جملة الختام او الجملة الختامية اكتب وبعد كده هنكتب اسم الشخص المرسل لي البريد الالكتروني هنبص كده فوق from عمر يبقى تحت هنكتب عمر اكتب وكده نكون انتهينا من شرح وحل تدريبات الدرس الثاني تشجيع لنا الضغط على زر الاعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز لكي يصل كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله see you next time goodbye